السلام عليكم خرجت مؤخرا دراسة في ألمانيا تقول بأن 65% من اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا بدون عمل ولم يجدوا عمل عندما نرى هذا الرقم نقول واو 65% من اللاجئين لا يعملون في ألمانيا ممكن الواحد يقول لماذا لماذا لكن أصدقائي يجب أن نحلل الأسباب ونعرف العقبات التي توضع في طريق هؤلاء اللاجئين لماذا لأن صراحة بصراحة أنا كنت أشتغل بمكتب العمل كنت موظف في الأجنتو في أغبايت وكنت موظف أيضا في الجوب سنتر وأعرف الأمور وأعرف العقبات وأعرف المعاناة أصدقائي الآن أنا أشتغل بالسوتيال مهنة قريبة أيضا من هذا المجال أيضا هذه الدراسة عندما الواحد يقرأ العنوان فإنه يقول واو عدد كبير لا يشتغل لذلك دائما يجب قراءة الدراسة ومع خبرتي وما عشته إن أكبر عائق يواجهه الإخوة اللاجئين في عدم القدرة على إيجاد عمل هو عائق اللغة الألمانية اللغة الألمانية اللغة صعبة 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 للغاية ولا يمكن أن ننتظر من شخص نمنح له الفرصة فقط في تعلم البي أينس بأن يجد عملا بسرعة ما هو البي أينس؟ البي أينس هو أضعف مستوى في اللغة الألمانية والبي أينس يؤهل الشخص فقط لأعمال جد جد بسيطة أعمال هلفة تيشكايتن يعني أعمال بسيطة فلو كنت أنا مسؤول كنت ساعدت اللاجئين بكرسات أقوى لكي يصلوا إلى الـ C1 مستوى C1 أو مستوى C2 لأن عدد كبير من اللاجئين عندهم قدرة وعندهم رغبة في العمل وعندهم قدرة وعندهم رغبة في عمل أوس بيلدونغ أو دراسة بالبي أينس لا تستطيع أن تعمل بالبي أينس لا تستطيع أن تعمل أوس بيلدونغ بالبي أينس لا تستطيع أن تشتغل لا تستطيع أن تحقق أحلامك وأهدافك لذلك مستوى البي أينس بالنسبة إليه مستوى ضعيف يجب على الدولة الألمانية وأتمنى من الحكومة الألمانية أن تزيد وتساعد الناس يعني بعض البي أينس أن تسهل عليهم عمل البيتسفاي أن تسهل عليهم عمل تسي أينس لأنه فقط بالبيتسفاي والتسي أينس يمكن أن يجد الناس عملا عملا جيدا يحترم أيضا مؤهلاتهم وأحلامهم هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية التي تعيق على اللاجئين إيجاد عمل أو أوسبلدونج أو دراسة لذلك نرى هنا 65% لا يعملون الشواهد عدد كبير من الشركات يعملون عوائق كي تدخل إلى هذا المجال أو كي تعمل هذا الأوس بيلدونج أو كي تعمل هذه الدراسة تلزمك شهادة الباكالوريا تلزمك شهادة جامعية تلزمك شهادة كذا شهادة كذا عدد كبير من الناس عندهم شواهد لكن عندهم أيضا العائق الثاني هو تعديل الشهادة فكتير من الأصدقاء كانوا يحضرون لي شهادة الباكالوريا من بلدهم أو شهادة الجامعة من بلدهم عندما يقوم الشخص بترجمتها ونقدمها إلى التعديل يجب عليك أن تنتظر تقريبا شي سنة أو سنة ونصف على ما يتم تعديل تلك الشهادة وكتير من الناس كانت عندهم شهادة الباكالوريا وقدمت إلى التعديل ولم يتم الاعتراف بها كشهادة باكالوريا إنما اعترف بها كشهادة العاشر أو كشهادة التاسع وهذه أيضا أمور تحبط تحبط تقة الناس وتحبط طموح الناس أو هناك بعض الأشخاص اللي كانت عندهم شهادة جامعية في بلدهم وجوا إلى ألمانيا وقدموا تلك الشهادة إلى التعديل وتم تعديلها ليس كشهادة جامعية ليس كشهادة باتشلر إنما تم تعديلها كشهادة فقط سنة في الجامعة أو سنتين ويقولون له والله نعرف أنت درست في بلدك لكن دراسة بلدك ليست مثل دراستنا هنا لذلك يجب عليك أن تقوم بسنة أو سنتين مجددا في الجامعة فهذه بين الأمور التي تصعب على عدد كبير من اللاجئين الطموحين عدد كبير من الناس الذين يرغبون بالعمل تصعب عليهم الدخول إلى سوق العمل وأيضا قلة كرسات اللغة قليلة وأيضا عندما نمر إلى الجهة الأخرى من اللاجئين نعني نتكلم على النساء يوجد النساء أيضا متزوجة وعندهم أطفال فيوجد عدد قليل جدا من الحضانات يوجد عدد قليل جدا من الروضة لأنه إذا كان هناك روضة وكانت هناك حضانات وكانت هناك كرسات مخصصة للنساء مع الأطفال سيكون أيضا من السهل أن عدد كبير من النساء يجدنا كرسا بسرعة ويكون قلبهم مطمئن على أطفالهم الصغار بأن أطفالهم الصغار في حضانة لكن لا توجد حضانات كثيرة لا توجد أماكن وكرسات خصيصة أيضا للنساء ولو تواجد هذا الأمر كان سوف يسهل لذلك أنا بالنسبة لي كان من الممكن أن يتم تقليل هذه النسبة لأن عدد كبير من اللاجئين وعدد كبير من الأجانب واللاجئين يرغبون بالعمل ويرغبون بعمل أوسبلدون لكن هناك بعض الصعوبات وبعض الإعاقات التي تكون في طريقهم مثل اللغة أو أنهم يرغبون بعمل بيتس فاي لكن الموظف لا يسمح لهم أنهم يرغبون بعمل تسي آينس لا يسمح لهم أنهم يرغبون عندهم شواهد لا يتم الاعتراف بها بسرعة عندهم أطفال لا يتم مساعدتهم في إيجاد حضانة إذن إذا كانت هذه الأمور هذه أمور بسيطة يمكن حلها ببساطة بتخصيص مبلغ معين من أجل الاندماج عن طريق هذه الأمور لكن الآن قلنا بأن 80% من اللاجئين يعملون ويشتغلون ويدرسون نتمنى إن شاء الله بأن الحكومة الألمانية تحاول إيجاد فرص وطرق جديدة من أجل الاندماج ثقتنا كبيرة في هذا الأمر ونتمنى الخير والسلامة للجميع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء ولا تنسوا أن تخبرونا أيضا بتجربتكم أصدقائي ولماذا تجدون صعوبة في إيجاد عمل ولماذا تجدون صعوبة في إيجاد أو سبيلدونك أو دراسة شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم